السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الليلة سنقوم بتحليل مباراة القمة من كمه النهائي دوري أبطال أوروبا Champions League والذي كانت بالفارق الباريزي باريسان جرمان والميرينجي ريال مادريد وكما غاربة ما يهمه أنه هو فارق PSG بقيادة المدرب الأرجنتيني موريس روبرت بوكتينو تروسيرو والذي يدخل في العادة بالتشكيلة مفضلة لربعة ثلاثة ثلاثة في حراسة المرمج يالويجي دوناروما كقلبي دفاع ماركي نوسو كيمبيبي كظاهير أيمن المغربي أشرف حكيمي وكظاهير أيصر نينو مينديز أما توليتي خطل وسط عندنا بيريرا باريديس إضافة إلى الإيطالي ماركو فيراتي أما توليتي خطل هجوم بقيادة الفرنسي الشاب كيليان بابي والأرجنتيني ليون الميسي إضافة إلى أنخيل دي ماريا بداية المباراة كانت حماسية من كل الفريقين والضغط البريسين كان أكبر على الميرينجي ريال مادريد اللي تطروا يرجعوا للخلف ويتحملوا عبء المباراة ومع تولي هجمة النادي الباريزي كنا سنرى هدف مبكر بعد مجهود فردي وفني ومهاري من اللعب الفرنسي كيليان بابي اللي اعطى الباص في اتجال أرجنتيني أرخي دي ماريا اللي ضيع بغرابة شديدة ولو خلال أشرف حكيمي اللي كان مراوه في وضعية ممتازة جدا كنا سنرى هزا شباك النادي الملاكي من بعد الصمر بياجي في الضغط العالي والمتقدم والبحث عن الحلول بي اخترقوا دفاعات المارينغي إلا أنهم يصدموا في الكثير من الأحيان بالانتشار الجيد والانضباط تاكتيكي لريال مادريد اللي كانوا فقط يعتمدوا على الهجمات المرتدة أيضا خطورة باريسان جرمان كانت من الجيل اليوم اللي كنشطها أشرف حكيمي رغم أنه ما كيتوصلش بالكورة بزيف واللي تفرج في هذه المباراة غدا يكون لاحظ فعليا أن اليون الميسي ودي ماريا ما كيباسوش معه إلا ناديرا وطبعا هاتش من زمان وفي كل مباراة حكيمي كيعاني من هاد البلان ولكن رغم ذلك أي كورة كانت توصل بها كيخلق بها الفارق وكيقدم الإضافة الهجومية إضافة إلى الضغط العالي اللي كانت يقوم به على دفاعات الريال بجانب مساندتي للدفاع وطبعا هاد الأدوار كاملة خاصة تكون جاهز بدنيا مئة بالمئة وهذا ما يتميز به أشرف حكيمي اللهم بارك وزيد في ذلك وزيادة على ذلك والملاحظة أيضا وخصوصا في الثاني رأينا أشرف حكيمي والذي يدخل كارو دي زويت أو منطقة الجزاء كثيرا والذي أوتوماتيكي ينزاد خلق مشاكل كبيرة لدفاع ريال مدريد ولاحظنا أيضا في شكام باريس سان جرمان يلعب كونتراتاك أو الهجمة المضادلة أشرف حكيمي يدعو سبرينته إن طلاقة تكون صاروخية ما شاء الله ولكن للأسف حتى واحد ما يلعب له باس بروفوندور في العم خصوصا لبرغة ليونا الميسي وعودتها للمرة الثانية لأنها بصراحة تكررت أكثر من مرة وبشكل مستفز عموما ما يهمنا كما غاربة من هذه المباراة كاملة هو الأداء دي الأشرف حكيمي اللي كان أكثر من رائع مستوى ثابت ومبهر خصوصا في الشوط الثاني اللي كان فيه أكثر ديناميكية على المستوى الهجومي أما التقييم دياله كالعادة غدا نخليه لكم في أول تعليق وختاما كيبقى رأيدي لكم فاتشي كامل وكالعادة كان معكم إسلام في أمان الله ومع السلامة